بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الساعتين هو مشروع عظيم لا يستغرق منك كثير وقت بل إن أغلب الوقت اللازم للقيام بهذا المشروع العظيم تقوم به وأنت في المواصلات أو في الطريق حتى وأنت تعمل أو وأنت بين الناس يعني مشروع الساعتين لا يأخذ من وقتك إلا دقائق معدودات وأقصر الساعتين تتداخل مع نشاطاتك اليومية المعتادة هذا المشروع يضر عليك خيرا كبيرا وأرباحا فورية بل وممتدة تستغرق حياتك كلها وتشملها بكل نشاطاتها وتستغرق كل مجالات حياتك بل ويتعدى تأثيرها وخيرها إلى حياتك البقية في الآخرة هناك أعمال عشرة تقوم بها نتعرف عليها تباعا واعلم أنك مع كل عمل منها رابح فهي أعمال لا تعرف الخسارة أبدا وأنت معها لا تعرف الخسارة أبدا بل أنت في ربح تنتقل من ربح إلى ربح إلى ربح والآن مع سرد الأعمال العشرة العمل الأول كراءة صورة الإخلاص حقيقة العمر عمرك ثوان ودقائق معدودة ليس العمر بالسنوات ولكن العمر بالدقائق والثوان كان من دقائق بل ساعات نضيعها عبثا في اليوم والليلة دون أن نستثمر تلك اللحظات وتلك الضقائق دون أن نملأها بشيء نافع يعود علينا بالخير الآن لا وقت نضيع علينا أن نستثمر دقائق يومنا في أشياء جد مفيدة وفي نفس الوقت ونحن نستثمر وقتنا نضع في الاعتبار أن رأس مال هذا المشروع الاستثماري هو الوقت وفقط والوقت الذي نحتاج إليه هو دقائق قليلة يمكن أن نختزلها في دقيقة واحدة فهناك مشروع يسمى مشروع الدقيقة الواحدة بإمكانك في دقيقة واحدة أن يكتب الله لك عشر ختمات للقرآن الكريم وأن يبني الله لك ثلاثة قصور في الجنة كل ذلك في دقيقة واحدة ماذا تفعل في هذه الدقيقة كل ما عليك فعله هو أن تقرأ الصورة الإخلاص والتي تعدي لوحدها ثلثة القرآن تقرأها ثلاثين مرة وهذه لا تزيد عن دقيقة واحدة بل تقل عنها ثلاثون كراءة لصورة الإخلاص والتي تعدي ثلثة القرآن الكريم إذا قسمت عدد مرات الكراءة وهو ثلاثون على عدد ثلاثة يكون الناتج عشرة فيكتب الله لك فضل عشر ختمات للقرآن الكريم وإذا قسمت الثلاثين على العدد عشرة يكون الناتج هو ثلاثة ومن قرأ الصورة الإخلاص عشرة مرات بنا الله له قصرا في الجنة فتبنى لك في دقيقة واحدة ثلاثة قصور في الجنة مع مثوبة عظيمة وأجر عظيم كأنك ختمت القرآن عشرة مرات كل هذا الخير العظيم في دقيقة واحدة يمكنك بعد كل صلاة أن تقرأ في دقيقة واحدة بعد كل فرد صورة الإخلاص ثلاثين مرة فتحوز على هذا الأجر وهذا الفضل العظيم يمكنك أن تضاعف الأجر والمثوبة فتجعل هذه الدقيقة ثلاثين دقيقة بدأ من أن تقرأ الصورة الإخلاص ثلاثين مرة تقرأها ألف مرة تأخذ منك نصف ساعة فيكون لك أجر عظيم وفضل كبير جدا دوم عليها جعلها ورد يوميا لك لتأخذ أكثر من نصف ساعة تكون هذه النصف ساعة تقضيها وأنت في المواصلات أو في طريقك إلى العمل أو المدرسة أو الحقل أو غير ذلك يعني ليس مطلوبا منك أن تجلس لها وأنت تعطل أعمالك بل وأنت في طريقك في المواصلات في أي مكان تقضي حياتك وأنت جالس مع الناس وأنت تشاري التلفاز اجعل المصباحة في يدك وقرأ كله والله أحد حتى تنال الفضل العظيم اجعلها وردا يوميا وحسب صورة الإخلاص أنها تحوي اسم الله الأعظم بعد أن تنهي وردك من صورة الإخلاص اسأل لها عز وجل من خير الدنيا والآخرة تجد الله عز وجل سميعا قريبا مجيبا لأنك تسأل الله عز وجل باسمه الأعظم والذي جعله الله في صورة الإخلاص العمل الثاني كراءة صورة البقرة صورة البقرة تطرد الشياطين وتبطل السحر بإذن الله تعالى وهي السبب للشفاء من العين خصوصا الآيتين الأخيرتين منها والقرآن كله شفاء للأبدان والعقول وقد ورد في فضل صورة البقرة أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابرة إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة رواه مسلم وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن صورة البقرة من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال صحاه الحاكم وحسنه الألباني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر صورة البقرة في ليلة كفتا رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وعن عمال بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهم صورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان وننقف على دليل خاص يفيد كونها تزيد في الرزق أو تبارك الرزق ولكن ورد على السبيل العموم أن أخذها بركة فكراءة صورة البقرة تزيد من البركة في كل شيء وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة اجعلها وردا يوميا لك تنالي الخير العظيمة في حياتك كلها اغتنم صورة البقرة ولا تحرم نفسك من فضلها العمل الثالث صلاة التسابيح هناك صلاة تسمى بصلاة الغفران وصلاة التوبة جاء في فضلها أنها تكثر الذنوب ما هي هذه الصلاة؟ هي صلاة نافلة تفعلها على هيئة مخصوصة وفيها ثلاثمائة تسبيحة تسمى بصلاة التسابيح وسميت بصلاة التسابيح لكثرة وجود التسبيح فيها ورد فيها حريث بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة قديمه وحديثة خطأه وعمدة صغيره وكبيرة سره وعلانية عشر خصال ما أجملها من خصال ماذا تفعل؟ أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وصورة فإذا فرقت من القراءة في أول رقعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة تقولها بعدد خمس عشرة مرة إجعلك أنها جملة تسبيحية واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكرر هذه الجملة مجملة خمس عشرة مرة وأنت قائم ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الرقوع فتقولها عشرا ثم تخوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل رقعة تفعل ذلك في أربع رقعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة أي في كل أسبوع فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة والآن ما وقت صلاة التسبيح قال بعض أهل العلم إن صلاة التسبيح تستحب في كل وقت سواء بالليل أو النهار باستثناء أوقات الكراها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويصحب المسلم فعلها مرة في اليوم أو مرة في كل أسبوع أو مرة في كل شهر أو مرة في كل سنة أو مرة في العمر وذلك لعظيم الثوابها وفضلها ما كيفية صلاة التسبيح تصلى صلاة التسبيح أربع رقعات إما بتسليمة واحدة وإما بتسليمتين يعني رقعتين رقعتين يقول في كل رقعة بعد صورة الفاتحة والصورة التي بعدها سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة وفي الرقوع يقولها عشرا وعند رفع من الرقوع يقولها عشرا وفي السجدة الأولى يقولها عشرا وفي الجلوس بين السجدتين يقولها عشرا وفي السجدة الثانية يقولها عشرا وبعدها قبل القيام للرقعة الثانية يقولها عشرا فيكون بذلك 75 تسبيحة في كل رقعة وتكون بالأربع رقعات 300 تسبيحة عمل عظيم لا يصارك منك أكثر من 5 أو 6 دقائق صليها مرة كل يوم حتى تنال العشر خصال التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى صلاة التسبيح العمل الرابع صلاة التهجد بألف آية عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من العافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين قيل إن قيام الليل هو الشرف المؤمن ودأب الصالحين إنك إذا قمت تصلي بالليل فقرأت عشر آيات لم تكتب من الغافلين من هم الغافلون هم الذين لا يقومون الليلة ولا يذكرون الله عز وجل وإذا قرأت مئة آية في صلاة التهجد كتبت من القانتين من هم القانتون هم الخاشعون وإذا قمت بألف آية كتبت من المقنطرين أي يكتب الله لك أجرا كثيرا جدا لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى وإذا علم المسلم اطلاع الله على حاله وقربه منه وذكر الله للعبد علم أن له اسما يعرف به عند الله سبحانه وتعالى فاختر لنفسك عملا يكتب لك به اسم عند الله سبحانه وتعالى مئة آية يمكن أن تحصلها من صورتي الواقعة والإخلاص ألف آية يمكن أن تحصلها من التهجد بيزء تبارك والنبأ كل ليلة يطلع رب العزة عليك كل ليلة تصنف إما من القانتين وإما من المقنطرين وإما أن تنفي عن نفسك العفلة واحذر أن تكون من الغافلين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم اختل لك اسما كل ليلة ألا تكون من الغافلين إذا اقتصرت على رقعتين بعشر آيات أو أن تكون من القانتين إذا صليت التهجد بمئة آية أو أن تكون من الذين يأخذون أجرهم بالكنطار أي أجر عظيم جدا لا يعلم ماذاه إلا الله لا يدار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فلا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها برقعة في ظلام الليل يحييها فقم ليلك بنية ذكر الله ونية الاستغفار لأنه الوقت الذي يكون فيه المستغفرون بالأسحار وقت ثمين جدا لهم ومغفرة الله عز وجل حاضرة لهم قم هذه الليلة بنية الشكر كم لياليك ذكرًا واستغفارًا وتهجدًا ودعاءً يبصد الله عز وجل لك النعم ويبارك الله تعالى في مالك وعافيتك وأهلك وولدك وبيتك وشأنك كله فقيام الليل هو الشرف المؤمن وحسبك أن تكتب من الزاكرين جاء في مستند الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل صلى رقعتين كتب من الزاكرين الله كثيرًا والذاكرات العمل الخامس الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرت بثنائه تعالى عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بدعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم أما معنى قولنا اللهم اصلي على محمد أي اللهم عظم محمدا والمراد تعظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيئه في أمته وإبداء فضيلته صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه أي ادعوا ربكم بالصلاة عليه فصلاة الله سناؤه لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به وأما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت اللهم السلم على محمد فإنك تريد اللهم مكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص فتزداد دعوته على مر الأيام علوا وتزداد أمته كثرة ويزداد ذكره ارتفاعا صلى الله عليه وسلم والآن ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال النوبي في كتاب الأسكار إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أي الإنسان فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط ولكن يجمع بينهما وهناك صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إحدهما صلى الله عليه وسلم والثانية عليه الصلاة والسلام والآن نتعرف على فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم من حديث أبي هريرة من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات الله أجر عظيم في صلاة واحدة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب أن رجلا قال يا رسول الله إني أكسر الصلاة فما أجعل لك من صلاة قال ما شئت قال الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال النص قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك كل صلاتي أي كل دعائي بدأ من أن أسأل الله عز وجل كذا وكذا وكذا أكفي بأن أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعل لك كل صلاتي قال صلى الله عليه وسلم إذن تقفى همك فما أجمل أن تقصر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنعم بالخيرات والبركات من المنان سبحانه وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد العمل السادس الاستغفار يخطئ العبد وتكسر خطاياه ثم يعود إلى الله عز وجل بالاستغفار طالبا العفو والغفران والرحمة استغفار الله من رحمة الله التي أرسله الله تعالى لعباده قال أبو مصر رضي الله عنه كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبقي الاستغفار معنا فإذا ذهب الاستغفار هلكنا وهو يشير إلى قول الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون فقط الاستغفار كما ورد في الكرآن الكريم أن الله عز وجل أمر به عباده في آيات كثيرة منها قول الله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الاستغفار هو سنة الأنبياء ذكرها الله عز وجل على ألسنة كثير من الأنبياء ومنهم سيدنا آدم في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاصرين عندما كان آدم عليه السلام وزوجه حواء يستغفران عن ذنبهما بمخالفة أمر الله تعالى من فضاء الاستغفار أن الله تعالى قد ملح أهله وأسنى عليهم في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار عندما أشار عز وجل المستغفرين مع الصابرين والقانطين والمنفقين سرا وعلانيا أنهم جميعا من أهل الجنة أنهم جميعا من الفائزين بنعيمها وبردوانه تعالى عليهم بالاستغفار يبعد المؤمن عن نفسه العذاب تبعا لقوله تعالى وما كان الله معذبهم وأمت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بمعنى أنه عز وجل يرفع مقته وعذابه عن المستغفرين الطالبين العفو والمغفرة من الله تعالى تدلون آيات من القرآن الكريم أن الاستغفار يجلب الخير والنفع والبركة للمستغفر ويدفع عنه البلاء كما قال تعالى في صورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار رؤي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبرة ليستسقي فلم يزد على الاستغفار شيئا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة والسؤال الآن ما هو الاستغفار الصحيح يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيد الاستغفار أن يبدأ المستغفر بالثناء على ربه والاعتراف بذنبه والتوبة عن هذا الذنب ونيته بعدم الرجوع إلى هذا الذنب مرة أخرى ثم يسأل الله عز وجل شأنه المغفرة عن شداد بن أوسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبه فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة صمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار لأنه قد جمع كل معاني التوبة وحسن الثناء على الله تعالى والاعتراف بالضعف والخضوع إلى الله تعالى وهذه درجة عالية من التوبة وطلب المغفرة هناك صيغ أخرى لاستغفار كما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الظنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ومن الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقد رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف هناك صيغ أخرى من الاستغفار مختصرة وهي أن تقول أستغفر الله فوعد الاستغفار أنه يجلب الرزق ويسر الوصول إلى الرزق بالاستغفار تمحى الظنوب وتحصل محبة الله تعالى ويدحقك القرب منه سبحانه وتعالى ويكون المؤمن شاعرا ومتزوقا لحلوة القرب من الله تعالى والإيمان به بالاستغفار يذهب الهم والحزن وضيق الصدر ويدخل ويحل محلها الفرح والسرور إلى القلب الناتج عن القرب من الله تعالى الاستغفار يوصل المؤمنين للجنة وهي الفوز العظيم الاستغفار يضر الغيثة ويذهب الفقر استغفار الله عز وجل يسهل الطاعات ويبعد العبد عن الزنوب والمعاصي الاستغفار يزيد العقل والإيمان والحكمة الاستغفار يقلل من تعلق القلب بالدنيا الفانية بالاستغفار تنحل العقد وتحل الصعوبات والأزمات الاستغفار كثيرا في اليوم والليلة له فضل كبير روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حلة الأولياء أنه قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 12 ألف مرة سيدنا أبو هريرة يستغفر الله كل يوم وليلة 12 ألف مرة فما أحوجنا نحن إلى أن نكون من المستغفرين استغفارك ألف مرة لا يأخذ منك أكثر من خمس دقائق اجعل الاستغفار وردا لك ثابتا في كل يوم وليلة حتى تحقوز فضائل الاستغفار العمل السابع أصغار الصباح والمساء الذكر والتسبيح والتهليل والحمد الله تعالى يكون سببا في بلوغ سعادة الدنيا والمنازل العلا في الجنة وذكر الله وترتيب اللسان بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم ما ينطق به اللسان من كلام قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي ليذكر ربه مثل الحي والميت المدومة على ذكر الله تعالى مستحبة في كل الأوقات والأماكن وعلى جميع الأحوال قياما وقعودا ووقوفا ورقوبا من هذه الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء وهي من أهم الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها فمن ثوائد أذكار الصباح والمساء انشراح الصدر وطمأنينة القلب ومعية الله تعالى وذكره للعبد في الملع الأعلى قال تعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعد نذكر مجموعة مما ذكر عددها ووقتها وأثرها في حياة المسلم من الأسكار الطيبة ومنها آية الكرسي بعد الفرائد وعند النوم إذا قرأتها لا يقربك الشيطان أبدا آخر آيتين من صورة البقرة قبل النوم تكفي قارئها من كافة الشرور والأذى مهما كان صورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء تحمي من كل شيء وأذى بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السماء العليم تقال ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء تحمي من يقولها من كل ضرر ولا يصاب ببلاء فجأة ولا يقدر شيء على إلحاق الضرر به أعوذ بكلمة الله التمات من شر ما خلق ثلاث مرات مساء تحصن المكان الذي يبيت فيه الإنسان أو ينزل فيه من كل ضرر اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجمن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال مرة في الصباح وأخرى في المساء تذهب الهم والغم وتساعد على قضاء الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه اللهم إن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم مرة في الصباح ومرة في المساء هذا الدعاء يسمى بسيد الاستغفار وثواب من يقوله دخول الجنة يستحب المحافظة على أذكار الصباح والمساء وذلك لما لها من أثر طيب في حياة المسلم اليومية بالإضافة إلى المثوبة الكبيرة من الله تعالى ومن فوائد المحافظة عليها أنها تطرد الشيطان الرجيم وتقمعه وترد الرحمن الرحيم بالوجوء إليه وطلب العون منه سبحانه وتعالى وتزيل ما يلحق بالإنسان من الهم والغم والكدر نتيجة ما يواجه من مشاكل الحياة ومصائبها ومصائبها وتجلب الفرحة والسرورة إلى القلب مع الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية والتقوية الحسية والفعلية للقلب والبدن معا ومنها إشراق الوجه بالنور الرباني نتيجة زيادة الإيمان في القلب والتوقع الله تعالى في كل أمر مع جلب الرزق ودفع الفكر والحاجة فحرص على أسكار الصباح والمساء أسكار الصباح تبدأ بعد صلاة الفجر وأسكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر دوم عليها تغنى كثيرا وتربح كثيرا حسبك أن تشعر براحة وطمأنينة وتدفع عن نفسك كل ضرر وأذى العمل الثامن عن صيغة من التسبيح إذا ذكرتها مجتمعة مجملة معا ثم أتيت بعدها بالاستغفار غفر الله عز وجل لك وإذا سألت الله بعدها استجاب الله لك الدعاء ما هذه الكلمات الخمس الطيبات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله روى البخاري عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعر من الليل يعني انتبه من الليل واستيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل الصلاة يعني هذه التسبيحات المباركات إذا دعوت بها مجملة وبعدها سألت الله المغفرة غفر الله لك دعوت الله بخير الدنيا والآخرة استجاب الله لك توضأت وقمت تتصلي قبل الله عز وجل صلاتك وروا أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس كلمات قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي أنا بذلك أصني الله عز وجل أريد شيئا لنفسي لخير الدنيا والآخرة فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني وهدني فلما قام قال هكذا بيده يعني ذكرها بيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمني وارزقني وعافني وهدني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير الخير كل الخير أن تسبح الله عز وجل وبعد التسبيح والتنزيح لله عز وجل تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة أو تطلو من الله عز وجل المغفرة تجد الله عز وجل سميعا قريبا مجيبا لهذا الدعاء الطيب الذي خرج من فمن يذكر الله عز وجل بتلك الكلمات الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العمل التاسع الحوقلة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من الكلمات العظيمة التي وردت النصوص بفضلها وعظيم شأنها حيث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة الطيبة تضمنت معاني عظيمة القدر منها أنها كلمة استعانة استعانة بالله العظيم ومن استعان بالله جل جلاله فالله سبحانه وتعالى يعينه على قضاء حوائجه وجميع ما يصلحه الاستعانة بالله تعالى من أفضل العبادات وأجلها وتعرف منزلتها وعظم شأنها من خلال الصورة الفاتحة والتي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتعبدوه بتلاوتها يوميا مرارا وتكرارا وذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية فيها إخلاص الاستعانة لله لأنه قدم ما حقه التأخير فآفاد حصر الاستعانة بالله وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تحتوى على الإخلاص لله بالاستعانة فهي تدل على ما دلت عليه من فضائل تلك الكلمة الإكرار بأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فقاء إلا حول ولا قوة إلا بالله يكر ويعتقد بأن الله وحده المدبر لهذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلا يقع شيء فيه إلا بإذنه ومشيئته كما أنه معترف بأن من كان هذا وصفه فهو بالطبع غني عن خلقه قائم بذاته متصف بصفات الكمال من القدرة والعظمة والقوة والعزة ومن يعتقد هذا في خالقه كان عليه لزاما أن يؤلهه ويعبده ويقصده ويلتجى إليه ولا يرجو أحدا سوى الله ولا يدو أحدا إلا الله لأنه بيد سبحانه وتعالى التصرف التام وله الملك وهو على كل شيء قدير من المعاني العظيمة للحوقلة التوكل على الله وتفيض الأمور إليه سبحانه وتعالى والاستسلام والإزعان له مع إظهار الظل والافتقار له سبحانه فهو الغني والعبد فقير إليه لا يملك العبد من أمره شيئا ومما يدل على فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى علو منزلتها ومما يرغب في الإكثار من قولها باللسان وإمرارها على الجنان أمور كثيرة نذكر منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه صانع ولا رد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر وقول لا حول ولا قوة إلا بالله توجب الإعانة ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤزن حي على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال المؤزن حي على الفلاح قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله وقال المؤمن لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء فقوله ما شاء الله تقديره ما شاء الله كان فلا يؤمن بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة إلا بالله من فضائل الحق قال أن الله تعالى يصدق قائلها فليبشر بالخير من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فالنبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الصدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي من فضائل الحوقلة أن من قال حين يخرج من بيته مع البسملة والتوكل على الله أنه يوفى ويكفى ويهدى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له كفيت وهديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقيا ومن فضائل الحوقلة أنها من الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام لله عز وجل قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ورد في تفسير هذه الآية عن جمع من الصحابة والتابعين أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد ورد في فضلهن الكلمات الباقيات الصالحات أنهن يكفرن الزنوب فقثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مع الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا قفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر من فضائل الحوقلة أنها غراس الجنة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مرة على إبراهيم عليه السلام فقال من معك يا جبريل قال هذا محمد فقال له إبراهيم أؤمر أمتك فليكسر من غراس الجنة فإن طربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فجعلها وردا يوميا لك تنال خير العظيم في الدنيا وفي الآخرة العمل العاشر الدعاء باسم الله الأعظم أن تسأل الله عز وجل باسمه الأعظم لخير الدنيا والآخرة لك وللمسلمين بظهر العيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ومنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ورد في خصوص اسم الله الأعظم عدة أحاديث أشهرها عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في صور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمرانة وطاها وعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا أي رجل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وعن بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وقال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد الثواب الداعي بذلك وأن المرادة بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي ويتشمل كل من دع الله تعالى بأي اسم من أسمائه إن كان على تلك الحال فإذا سألت الله المغفرة فاسأله باسمه الغفار وإذا سألت الله الرحمة فاسأله باسمه الرحمن وإذا سألت الله الرزقة فاسأله باسمه الرزاق وهكذا وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دع العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالة إذ غير الله تعالى فإن من تأت له ذلك استجيب له قد اختلف الولماء في الاسم الأعظم على أربعة عشر قولا لعل الأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو الله الله هو الاسم الجامع لله تعالى الذي يدل على جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هو اسم لم يطلق على أحد غير الله تعالى وعلى هذا أكثر أهل العلم ومما يرجع أن الله هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم 2697 مرة ورد بلفظ اللهم خمس مرات في حين أن اسما آخر مما يختص بالله تعالى وهو الرحمن لم يرد ذكره إلا 57 مرة فقط والمهم الآن كيف ندعو الله عز وجل بالاسم الأعظم مما سبق من الأحاديث نجمل اسم الله الأعظم في هذه الصيغة البسيطة وهي يا من له وجه لا يبلى ونور لا يطفأ واسم لا ينسى وباب لا يغلق وسطر لا يهتك وملك لا يفنى أسألك وأتوسل إليك بأعمال الصالحة وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى واسمك العظيم الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد يا الله يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اجبرني جبرا يعجب له ومنه أهل السماء والأرض إنك على كل شيء قدير اللهم أرني عجائب قدرتك في تحقيق ما أريد وما دعوتك به واسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة وقن موقنا أن الله عز وجل سيستجيب دعاءك ترجمة نانسي قنقر